مجددا صباح الخير من هنا من معان وتحديدا من مجمع الأميرة هي الرياضي الذي لا يزال يحتضن فعاليات مبادرة بصمة شباب الخير وللمزيد حول هذه المبادرات التي اجتملتها المبادرة في معان سواء في هذا اليوم أو على مدار الفترة الماضية يصرنا أن يكون معنا الأستاذة انتصار الخطاب ضابط ارتباط هذه المبادرة في مدينة معان الله يسعد صباحك بكل خير ومحبة يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك وشرفتونا أهلا فيك تعرفين على أبرز نشاطات المبادرة التي حصلت في مدينة معان سواء اليوم أو خلال الفترات الماضية الله يسعد صباحك أولا وبرحب فيك وأنا بوجه شكر لمبادرة بصمة شباب الخير باسمه باسم كل أبناء محافظة معان طبعا مبادرة بصمة الخير كان لها أكثر من بصمة في محافظة معان أحب أذكر منها كبداية اللي هي بصمة بنك الملابس قدرنا نزود لتقريبا ما يقارب الألف أسرة ملابس وكسوة الشتاء برضو قدرنا نزود مشاريع تمكين المرأة لسيدتين قدرنا نأمن لهم مواد عينية اللي بيشتغلوا في بيوتهم وينتجوا في بيوتهم برضو قدرنا نأمن لغرف صفية في منطقة الجفر في محافظة معان بالإضافة إلى كرنفال بقالي لسيدات أرامل من مبدأ تمكين المرأة في معان تمام إذن المبادرات لم تشمل الأطفال فقط يعني كان لهم مبادرات في قطاعات مختلفة وسمعنا أن أيضا على مستوى القطاع الطبي وإجراء العمليات وغيرها يعني تحدثين عن أبرز النشاطات التي حصلت وخصوصا في القطاع الطبي في المبادرة بصمة لسيدي كانت كفيفي بالتعاون مع مستشفى معان الحكومة قدرنا أنه تزرعها قرنية في مستشفى معان الحكومة عن طريق البصمة والحمد لله تكللت عمليتها بالنجاح وإجت المبادرة كاملة مع أطبائها وتمت العملية بنجاح بالإضافة أنه كمان كان عندنا من قطاع الفقر أنه تزويدنا في طرود قدرنا برمضان نوفر ألف طرد لمحافظة معان بشكل عام واشتغلنا معهم بعيد الأضحى برضو على ما يقارب 800 أسرة من ضاحي وطرود تمام يعني مدى أقبال المجتمع في معان وخصوصا في أطلع الأطفال على هذا النوع من الأنشطة بالعكس كل المجتمع معان بكافة فئاته سواء السيدات سواء شيوقنا سواء أطفالنا برحب بصمة شباب الخير في معان وبرحب لأي نشاط والكل مشجع وبيقدم كل التعاون إلهم كلهم في مجال تخصصهم إذن ضابط ارتباط مبادرة بصمة شباب الخير في معان نشكرك جزيل الشكر وبهذا مشاهدين الكرام نكون تعرفنا على أبرز نشاطات المبادرة في مدينة معان لهذا اليوم وعودة إلى زملائنا في استوديو البرنامج لاستكمال ما تبقى من فقرة